لأول مرة في عمر مدينة مأرب تبدو على هذا النحو بعد ربط المدينة وشوارعها بشبكة إنارة حديثة خطوة لاكت ارتياحا كبيرا من الناس هنا غير أنها صورة لا تلبث لساعات لتعود أزمة الكهرباء وانطفاءاتها المتكررة إلى الواجهة مجددا هذه من أبرز التحديات الأكثر تعقيدا في محافظة مأرب وليست المدينة فقط معاناة واسعة للناس نتيجة الانقطاعات المتواصلة بدت فيها أرصفة الشوارع وبعض دور العبادة كملاجئ للباحثين عن أماكن الراحة والاسترخاء تنقطع الكهرباء في المدينة ساعات في اليوم تصل أحيانا إلى أكثر من ست ساعات وفي الأرياف كما تقول إدارة الكهرباء تصل الانقطاعات إلى تسع ساعات في اليوم تمددت المدينة بشكل غير مسبوق وتضاعف عدد ساكنيها لكن خدماتها ظلت على ما كانت عليها وهو ما دفع الناس لاتهام شركة الكهرباء بالتقصير وتعمد قطعها لساعة طويلة حيث استقبلت مأرب صيفها الساخن هذا العام كغيرها من المدن المحرومة من الطاقة الكهربائية بالنسبة للانطفاءات المتكررة في المدينة في مديرية المدينة هي من الأحمال لأن القاطع الموجود المغذي للمدينة 10 ميقا والحمولة الآن في المدينة 12 ميقا يعتبر الفصل أوتوماتيك لما بقية المديريات فهو عجز هناك استهلاك في الكميات الديزل يعني 300 ألف لتر ديزل يوميين وإيجار بمقدار مليون ومائتين دولار لسنوات ضلت المحافظة التي تصدر الطاقة الكهربائية لأقلب مدن البلاد محرومة من خدماتها وبعد ثلاث سنوات من الحرب واجهت السلطة المحلية هنا تحديات وصعوبات كبيرة بدت فيها عاجزة عن موازات هذه التطورات في وقت ما يزال الناس يرونها نموذجا مسقرا للدولة حالة استياء واسعة تسود الناس هنا وأسئلة تتكرر عن أسباب الانقطاعات المستمرة للتيار الكهربائي حيث تزداد وطيرتها مع ارتفاع درجة الحرارة ليبقى السؤال الأهم إلى أي مدى تجد السلطة المحلية نفسها قادرة على مواجهة هذه المشكلة وإيجاد حل لها خليل الطويل قناة بالقيس مأرب